نجح فريق جراحي من قسم الأورام بمجمع السلمانية الطبي باستئصال ورم سرطاني من صدر مواطنة في العقد الخامس من العمر كانت تشتكي لمدة ستة أشهر متتالية نعم سارة تفاصيل هذا الانجاز تمثلت بإجراء عملية جراحية ترميمية أخرى بعد استئصال الورم من المريضة باستخدام تقنية طبية متقدمة تجرى للمرة الأولى في المستشفيات الحكومية في عافية امرأة تجسد الانجاز بفعل طاقات طبية بحرينية خالصة تداعت بخبرتها وبعظيم كفاءتها لإنقاذ حياة نفس بشرية أوكلت سلامتها من بعد الله إلى فريق جراحي من قسم الأورام بمجمع السلمانية الطبي استئصال ورما سرطانيا كان ساكنا في جسد المريضة لمدة تزيد على ستة أشهر دون علمها بحقيقة الأمر وما إن عرف السبب بطلت مساورة الشكوك لتصبح الحقيقة ظاهرة ماثلة من بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتصوير الشعاعي ورم سرطاني ماكث في صدر مواطنة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني منه وتشتكي دون تذوق لطعم الراحة لتصل معطيات المشكلة إلى كوكبة من الجراحين البحرينيين المختصين بعلم الأورام الذين توجهوا نحو اتخاذ قرار نهائي أفضى إلى ضرورة إجراء التدخل الجراحي على وجه السرعة لاستئصال الكتلة السرطانية على أن يتم إعطاء العلاجات التكميلية للمريضة في وقت لاحق قبل إجراء مثل هذه العمليات نسوي تقييم إلى أي مرحلة وصل إليها المرض فهي في المراحل اللي بإمكاننا أن نجري مثل هذه العمليات وطبعاً من بعد عمل هذا التقييم يتم التدارس ما بين الأطباء وعرض الحالة ودكتورة رجاء قامت بدراسة الحالة من جميع الجوانب خصوصاً من الجانب الأشعة لقبل العملية وفي نفس الوقت عمل سونار للتأكد من أن هذه الرقعة ستكون مناسبة وملائمة وأن إن شاء الله لا يكون هناك أي إشكاليات وياها وتم التشاور مع المريضة ومع أهل المريضة شرح إليهم الحالة بالكامل تفاصيل حكاية الإنجاز لم تسرد بعد فمن بعد أن تم العمل على إزالة الورم من بدن المريضة حتى سارع الفريق الطبي إلى إتمام عملية جراحية ترميمية للثدي استغرقت قرابة الثلاث ساعات أجريت للمرة الأولى في المستشفيات الحكومية باستخدام السديلة المثقبة للشريان الوربي الجانبي باعتبارها إحدى التقنيات التجميلية التي تعتمد على تدوير رقعة جلدية دونية من جدار القفص الصدري ورفعها مع الأوعية الدموية المغذية لها واستخدامها لترميم الجزء المستأصل للمحافظة على شكل وحجم الجزء المصاب هي عملية جراحية ترميمية تصحيحية بعد استئصال الورام السرطاني وتتخص فكرة العملية ببساطة باستعارة الأنسجة من جدار القفص الصدري من خارج محيط الثدي وإعادة استخدام هذه الأنسجة وتدويرها لبناء شكل الثدي وتعويض الجزء المستأصل وتتكون من بقعة جلدية دهنية مع رؤية والتأكد من سلامة الأوعية الدموية المغذية لها ومن ثم تدويرها لتعويض الجزء المستأصل من الثدي عمليات جراحية متقدمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المستشفيات الحكومية للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر